بالجزء الاخير من سلسلة التقارير اللي رح يقدمها تليفزيون نشرة عن لقاحات كورونا رح نحكي عن طريق توزيع اللقاحات بالمجتمع اللبناني وعن الفئات اللي رح تحصل عليها أمتين رح يصير اللقاح متوفر بلبنان السبت 13 شباط يعني بكرة نلمتوقع انه توصل الدفعة الاولى من اللقاحات على لبنان مين هي الجهة اللي رح تتكفل ماديا بحصول لبنان على اللقاح رح تقوم الدولة اللبنانية بدفع حق لقاح فايزر بيونتك من خلال أرض من البنك الدولة حيث رح يتم تقمين مليون ونص جرعة لقاح وكمان تم تسديد الدفعة الاولى لمنصة كوفاكس من قبل وزارة الصحة العامة من الموازنة الخاصة باللقاحات كما تم نقل اعتمادات من احتياط الموازنة لموازنة وزارة الصحة العامة لدفع دفعة تانية من العقد الموقع مع منصة كوفاكس ليتم تقمين مليون وسبعمية وثلاثين ألف جرعة لقاح من هي الأطراف والشرايح اللي رح تحصل أولاً على لقاح COVID-19 الفئات المستفدة أولاً من حملات التطعيم بالمرحلة 1 ألف هن الأشخاص العاملين بالقطاعات الصحية الحكومية والخاصة والأشخاص بالفئة العمرية 75 وما فوق بغض النظر عن الأمراض المزمنة اللي بعانوا منها المرحلة 1 بق هن الأشخاص بالفئة العمرية بين 65 و 74 سنة الأشخاص بالفئة العمرية 55 و 64 سنة بس اللي بعانوا من مرض مزمن واحد أو أكتر اللي عاملين بمجال الترصد الوبائية تابعين لوزارة الصحة العامة المرحلة 2 ألف هن الأشخاص بالفئة العمرية 55 و 64 اللي ما شملون التطعيم سابقاً الأشخاص بالفئة العمرية 16 و 54 اللي بعانوا من مرض مزمن واحد أو أكتر اللي عاملين بقطاع رعاية صحية اللي ما شملون التطعيم سابقاً المرحلة 2 بق الأشخاص الضروريين للحفاظ على حسن سير المجتمع الأشخاص والعملين بمقاوة العجزة ودور الرعاية المخصصة لزوية الاحتياجات الخاصة والسجون مرحلة الثالثة هن المعلمين بمختلف الصفوف من الروضة لحد الصف السنوي الأخير والعملين بالمدارس والعملين بالحضانات العملين بأماكن عندها مخاطر عالية لانتقال العدوى العملين بكتاع الرعاية الصحية الأولى والأشخاص اللي بيعتنوا بأفراد من عائلاتهم بسن الـ 65 وما فوق أو زوية الاحتياجات الخاصة المرحلة الرابعة الأشخاص الرغبين بالحصول على اللقاح ها راح تكون اللقاحات كافية للجميع بناءًا الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كوفيد-19 راح تشتغل الدولة اللبنانية لتأمين اللقاح لـ 80% من السكان خلال العام 2021-2022 كما راح يتم إدخال اللقاح عن طريق القطاع الخاص لتأمين تغطية أكبر شو هي المرافق الصحية اللي راح تبشر العمل بأنشطة التلقيح راح يتم اعتماد المستشفيات الكبيرة بلبنان كمراكز للتلقيح بالمراحل الأولى على أنه يتم نشر ليها مفصل بأسماء المراكز الثانية المعتمدة ها راح يكون اللقاح مجانة للجميع اللقاحات راح تتأمن عن طريق وزارة الصحة العامة ورح تكون مجانية للفئات المستهدفة بحسب الأولوية لكل المقيمين على الأراضي اللبنانية شو هو عدد السكان المحتمى لحصولهم عن اللقاح؟ راح يعطي اللقاح بالأفضلية والتزيع العادل حسب الأعمار وحسب الأمراض المزمنة ونوع الوظيفة ورح تزداد الأعداد تدريجيا عن توفر اللقاحات التانية لتوصل لـ 80% من السكان سنة 2022 بناءً للخطة الوطنية كيف ممكن الحصول على اللقاح؟ الخطوة الأساسية اليوم هي التسجيل على المنصة الإلكترونية اللي تم إطلاقه والسؤال الأخير هل التلقيح دوت كوفيد 19 هو إجباري أو اختياري؟ فالجواب هو اختياري ما تنسوا تعملوا سبسكريب على يوتيوب وليك لصفحتنا على فيسبوك اشتركوا في القناة